حد قال لي قبل ما ادخل هنا على هوا وهو شخص زملنا زملك اوي قال لي بص هنا شايف ان الزملك حلو اوي والزملك عظيم اوي بس طب هنعمل ايه لو زيزو تصاب او لقدر الله يعني او تم ايقاف او ابتعد عن اي مباراة او مثلا محمد عواد غيب في لعيبة كده اللي هي عيب خلاص ان اعبداء اللي كمان منهمش طب والوينش طبعا اقول لك حاجة بس المشور لسه برضو اقول لك حاجة اقول لسه ست سبع ماتشات اعتقد انا وجدت نظري في ظل الامور دي اي حد لو لعبها يبقى كويس ايوه انا كنت عايز اقول لك حاجة متبان بريده اقنعني اه يعني انا مقتنع جدا بالنهدير فني واللعيبة مقتنع ببعض ودي نقطة مهمة طبعا مؤثر جدا زيزو طبعا مؤثر جدا عواد طبعا مؤثر جدا الوينش اللعيبة تلات لعيبة عمدة اساسية كل واحد في مكان يعني لعيب كبير لكن وجهة نظري زي ما حطيت حسام عبدالجوال كمساك اهو تقلق واشتغل بشكل كويس زي ما حطيت عبدالغني في نص الملعب مين يتوقع ان عبدالغني كان هيبقى العيد كويس في نص الملعب مجالش في بقى الحد اصلا لناظرة مدرب مين قال ان مثلا نمار دوت لما تحطه هنا عنده جرأة بارات الاهلي مثلا يروح ويعدي وما بيخبش كل ديات بتاع المدرب يوسف اسامة نبيه لما ينزل ويبقى مؤثر ويعمل هدف واتنين وكمان هو اصلا كان هدف في الناشئين فكل النقاط ديات تحساب المدرب اذا المدرب عنده جراءة ويلعب بأي حد كل التأدير والاحترام من الاسماء اللي قلتها لكن لو لعب بأي حد في ظل الامور اللي هي ماشية وكورة بلغة الكورة الامور ماشية بشكل كويس هتلاقي الامور ماشية بشكل